دلوقتي مشاهدين معاد موجز لأهم الأخبار مع ليندا تفضلي ليندا شكرا شازدي الثمنة بتوقيت القهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر المطلق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأنروى للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين جاء ذلك خلال استقباله فيليب لاتزاريني وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأنروى وخلال اللقاء أشر الرئيس سيسي إلى أن مصر تؤكد خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية تقديم الدعم اللازم للأنروى كما شدد الرئيس على استعداد مصر للمساهمة في دعم بعض المشروعات الخاصة بالوكالة وبما يسهم في التخفيف عن المواطنين الفلسطينيين خاصة من خلال المبادرة المصرية لإعادة أعمار غزة والتي دخلت في مرحلتها التنفيذية الثانية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم والتطلو إلى التركيز هذا التعاون والتنصيق للتحضير لقمة المناخ العالمية القادمة كاف 27 في شرم الشيخ جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لسكرتيرا التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باتراشا إسبينوزا وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على سعي مصر للبناء على ما تم إنجازه من نتائج خلال قمة جلاسجو الأخيرة بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دوليا فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية وحجد التمويل الدولي الضروري لذلك أعربت مصر عن خالص تعزيها لجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة إثر حادث خروج قطار عن مساره بجنوب شرق البلاد مما أصفر عن وقوة عشرات الضحايا والمصابين وتقدمت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بصدق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية ولأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل لكافة المصابين ومؤكدة على وقوفها بجوار الكونغو في هذا الظرف الأليم أعلنت مؤسسة حياة كريمة أنه يجري توزيع 200 ألف صندوق مواد غذائية عن طريق المتطوعين في مركزي قطور وزفتة بمحافظة الغربية في إطار هدية الرئيس السيسي وأشرت المؤسسة إلى وصول ست شاحنات محملة بنحو 12 ألف صندوق مواد غذائية لمركز باسيون بالغربية أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل هو تعد على أمن الشعب مشددا على أن القوات الأمنية ستحقق في الهجوم وكان جهاز مكافحة الإرهاب بأقليم كردستان العراقي قد أعلن استهداف أربيل بـ 12 صاروخا بلستيا من خارج البلاد وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية أن الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في المدينة مضيفا أنه لا توجد خسائر بالأرواح ينظم رئيس الوزراء البريطاني بوعس جونسون قمة مع زعماء من البلدان السكندنفية ودول البلطيق وذلك على هامشي واحدة من أكبر المناورات العسكرية لحلف شمال الأطلسي منذ الحرب الباردة والتي ستجرى في النرويج اعتبارا من الاثنين المقبل وسيشارك في المناورات التي أطلق عليها اسم تمرين الاستجابة الباردة من 27 دولة وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية فإن جونسون سيستقبل الثلاثاء المقبل قائد قوة المشاه المشتركة جاف وهو تحالف من عشر دول يركز على الأمن في شمال أوروبا أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل ألف وتسعمائة وثمان وثلاثين إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مائة وخمسة عشر ألفا وأربعمائة وست وستين إصابة كما سجلت الصين ألفا وأربعمائة وخمسا وخمسين إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض وهي حالات لا تصنفها الصين على أنها إصابات مؤكدة هذا ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند أربعة ألاف وستمائة وست وثلاثين وفاء وفي سياق متصل أعلنت الصين فرض إغلاق جزئي في مدينة جيلن بشمال شرق البلاد بسبب ارتفاع عدد الإصابات نهاية موجزة ثمنا نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة